أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد اهتمام مملكة البحرين بتوسيع دائرة الشراكة القائمة مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في كافة المجالات بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في ظل ما يربطهما من علاقات وتفاهم وتنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم السيد جورجي بولتافشينكو محافظة مدينة سانت بيترسبيرغا الروسية والوفد المرافق له من الشخصيات الرسمية ومثلين عن الشركات والمؤسسات الخاصة الذي يزور البحرين حاليا في إطار الزيارات المتبادلة بين الطرفين لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخلال اللقاء رحب سمو بزيارة الوفد الروسي إلى مملكة البحرين مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة في دفع وطيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتفعيل ما يجمعهما من اتفاقيات تعاون مشترك لتقوية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بينهما وشدد سموه على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به جمهورية روسيا الاتحادية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة في ظل ما تتمتع به من ثقل دولي كبير وأضاف سموه أن مجالات التعاون البحريني الروسي تشكل بيئة خصبة للتوسع وتحقيق مزيد من التقارب والشراكة بين الجانبين بما تمتلكانه من فرص وعدة لدفع مستويات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والدخول في مشروعات مشتركة تدفع مسيرة التنمية والبناء في البلدين وأشهد سموه بما يشهده مسار التعاون بين البلدين من تطور في ظل تطلع البلدين ورغبتهم المشتركة في زيادة التعاون الثناء بينهما مؤكدا سموه أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الروسية في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ودع سموه رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الفرص الوعدة للاستثمار والتسهيلات التي تقدمها كلا البلدين في إقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة التي تعزز أفاق التعاون بينهما لا سيما في مجالات الطاقة والصناعات التكنولوجية والبنوك والمصارف والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات وشدد سموه على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به جمهورية روسيا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة في ظل ما تتمتع به من ثقل دولي كبير من جانبه أشاد سيد جورجي بولتا فيشينكو محافظ مدينة سانت بيترسبيرغا روسية بما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم واهتمام بتطوير وتنمية العلاقات البحرينية الروسية وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بينهما بما يحق مصالحهما المشتركة وقال لقد وجدنا من سموه كل الحرص والتشجيع على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ونحن نسعى إلى بناء علاقة أوثق مع مملكة البحرين في مختلف المجالات وأشاد ببا تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات مؤكدا أن البحرين خطط خطوات متقدمة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية مما يشجع الشركات الروسية على إقامة مشروعات مشتركة وأعرب عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتقارب مع مملكة البحرين والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والمكانة المتميزة لمملكة البحرين في قلب منطقة الخليج العربي لبناء أسس شراكة روسية خليجية لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات كفة